بسم الله الرحمن الرحيم وكان من كلام الإمام جعفر الصادق عليه السلام حول الزكاة قال عليه السلام على كل جزء من أجزائك زكاة واجبة لله تعالى بل على كل منبت شعر من شعرك بل على كل لحظة من لحظاتك زكاة فزكاة العين النظرة بالعبرة والغض عن الشهوات وما يضاهيها وزكاة الأذن استماع العين والحكمة والقرآن وفوائد الدين من الموعظة والنصيحة وما فيه نجاتك والإعراض عما هو ضده من الكذب والغيبة وأشباههما وزكاة اللسان النصح للمسلمين والتيقض للغافلين وكثرة التسبيح والذكر وغيرها وزكاة اليد البذل والعطاء والسخاء بما أنعم الله عليك به وتحريكها بكتابة العلم ومنافع ينتفع بها المسلمون في طاعة الله تعالى والقبض عن الشر وزكاة الرجل السعي في حقوق الله تعالى من زيارة الصالحين ومجالس الذكر وإصلاح الناس وصلة الأرحام والجهاد وما فيه صلاح قلبك وسلامة دينك هذا مما تحتمل القلوب فهمه والنفوس استعماله وما لا يشرف عليه إلا عباده المخلصون المقربون أكثر من أن تحصى وهم أربابه وهو شعارهم دون غيرهم اللهم وفقني بما تحب وترضى ترجمة نانسي قنقر